نحن صار حلقة تكسير روس، نحن بعدنا كل البعد عن الهدف الرئيسي وهو الطالب من الجهة بدنا الحكومة لأنه قرارات تحتى برات الأسلوب حتى يعني هوة، بدنا حتى مثلاً إذا من نادي إحنا مسؤولين مثلاً أو مسؤول سابق نجي نحكي معه إنه لأ ما هو كيف بدنا نجيب لهم طب رواتب المسؤولين منين إحنا منجيبهم التقاعد اللي إحنا مندفعه للعديد من المسؤولين السابقين كانوا وين إحنا مندفعهم هاي لولا ما قال الله هدا الحكومة كان مجلس النواب طالب بأنه يكون بالضمان الاجتماعي مني أنا بدنا ندفعه إحنا كشعب فلما بدنا نحكي معناش ما فيش بدنا تفصيلات وين المعناش وين المفش وأنا أكيدة وكل أكيد الدولة الأردنية والمملكة الأردنية الهاشمية فيها موارد ولكن فيها سوء إدارة هذه الموارد والموارد أين نضحها وأين تصب هذه الموارد وين تنصب وين تروح تحديدا إذا لم ننهض بهذا القطاع التعليمي وهو من أهم القطاعات الأردنية هو والصحة وأيضا هناك تعليم بالجامعات أيضا مش تعليم بالمدارس لأنه إحنا ممكن في مدارس خاصة ومدارس حكومية بس عندك الطامة الكبرى بالجامعات صح الجامعات بدها دور كتير كبير هلا منشوف في جامعات تنافس وجامعات أساميها جامعات أردنية أساميها موجودة بالدول الأوروبية والأجنبية ونحن لليوم مش عارفين هذه الجامعة ماذا ينقصها بدنا بدنا جد حل سريع وهناك خطوات يعني بدها تعاون مش بس والله وزير التعليم والتربية والتعليم بدنا كل هيكون هناك حديث جاد وأيضا حديث يكون مصلحة الطالب أولا هي المصلحة الفضلة لأن أولادنا بيستحقوا أنه إحنا نتعب من أجلهم ونغير قرارات عديدة مشان أجل هؤلاء الأولاد لنهم بكرة اللي رح ينهضوا بالمملكة